بالصلاوات الصواريخ تطير إلى الخضراء تزداد طفقه وتحرج الأصدقاء بالموسيقى لما يغيب المايسترو اللي يقود الفرقة بعصاه الناعمة تصير فوضى وكل عازف يظل يعزف بكيفه هل هذا ما يجري حاليا في خندق الجماعات الولائية بالعراق سؤال تجاوب عننا الصواريخ اللي جاي تهز الخضراء وتحرج الجميع حكومة الكاظمي القوى السياسية وحتى إيران والقوى الكبرى بدليل البيان اللي أصدرها هذا العامري وأدان به القصف بشدة شنو آخر دفعة آخر دفعة هي أربع صواريخ سقطت بمحيط الخضراء وكالعادة محد أعلن مسؤوليته عنها طبعا واشنطن حملت إيران ووكلاءها المسؤولية لكن مع هذا الخارجية ذكرت أن واشنطن ما راح تساهم بتصعيد تستغل إيران لتحقيق هدفها بزعزعة العراق وهذه العبارة تحتم المعنيين الأول أن واشنطن ما تريد تنجر لصراع يعقد الأمور بالعراق والمعنى الثاني أن الرسالة الإيرانية موجهة للمفاوض الأمريكي القادم لإحياء الاتفاق النووي والفحوة زيدوا الضغط يا شباب حتى نحصل تنازلات أمريكية جديدة هذا مجرد تحليل سبق أن طرقناه لكن معلوماتنا تقول غير شيء معلوماتنا تقول أن إيران قد تكون فقدة السيطرة على الجماعات المسلحة الجماعات المسلحة التي ساهمت هي بخلقها وهناك عصابات شيعية صغيرة جاية تشتغل لنفسها وعلى أساس أن الهجمات الصاروخية جاية تصير بدون علم الإيرانيين والبعض يعزوها لوجود تضارب داخل مركز القرار الإيراني بطريقة إدارة الملف العراقي والمقصود هو خلاف الحرس الثوري مع الإطلاعات هذا الخلاف قديم لكنه ترسخ وتعمق بعد اغتيال سليماني وسرعان ما انعكس على الجماعات المسلحة وبالتالي انفقدت السيطرة عليها هذا التأويل منطقي جدا وسبق انحجينا به قبل أشهر سليماني والمهندس كانوا ضابطين الإيقاع وبأيامهم كانت هناك مركزية شديدة والدليل أنه بعام 2020 يعني بعد غيابهم السفارة الأميركية تعرضت لسبع هجمات والقواعد انقصفت خمس مرات بينما أربيل تعرضت لهجمتين فضلا عن بروز خلاف داخل الحشد نفسه لوراثة المهندس هناك تأويل آخر أيضا منطقي وهو ان بعض الجماعات الشيعية المسلحة جاي تستشعر بخطر فقدان مصالحها في حال تم الاتفاق بين واشنطن وطهران على تبريد ملف صراحهم بالعراق كهامش ضمن الاتفاق النور ولهذا هاي الجماعات جاي تحاول تحرق الجو حتى يتجدد الخلاف وتستمر المعرك النتيجة بالروايات وأفلام السينما أكثيمة شهيرة تقوم على نجاح عالم أو مؤسسة بخلق وحش بعدين فجأة الوحش يخرج عن السيطرة ويصير خطر يهدد اللي يصنعها إيران ربما تمر بنفس التجربة جماعات المسلحة اللي خلقتها جاي تخرج عن سيطرتها المايسترو غاب وكل عازف بدأ يعزف بالصاروخ اللي يناسبه الوحش لازم يرجع للقفص وإلا ممكن يسوي كوارث لإيران والعراق والمنطقة إياه الخلاص حياكم الله من جديد أعزائي المشاهدين ورحب بضيوفي الكرام عباس الزيدي عضو قيادة عمليات بغداد للحجد الشعبي مرحبا بك سيد عباس والسيد رامي السكيني نائب عن تحالف سائرون تمشي نائب عن تحالف سائرون مرحبا بضيوفي الكرام خليني أبدأ مع أستاذ عباس الزيدي دوم الحجد الشعبي أستاذ عباس يتبرأ من قصف المنطقة الخضراء ليش ما عدكم أمكانية مثلا تكشفوهم أستاذ عباس بسم الله الرحمن الرحيم في البداية تحية لكم ولضيفك الكريم ولمشاهديكم الكرام موضوعة الحجد الشعبي هو مؤسسة أمنية تحت قيادة القائد العام للقوات المسلحة وهناك لبس حقيقة ما بين موضوعة يعني هناك ازدواجية في الفهم ما بين موضوعة الحشد وموضوعة المقاومة هذه نقطة رئيسية المقاومة بدورها يعني أنا حقيقة كنت أصغي بدقة إلى المقدمة التي تفضلت بها مع تحفظي على الكثير ما ورد في التقرير وفي الديباجة يعني المقاومة اليوم ليش حصرا على طائفة معينة أو قومية معينة أو دين معين أو مثب معين المقاومة هي ما يعرف بطريق الأحرار اليوم الأخوة الكرد هم من أسس المقاومة والشيخ محمود رحمة الله عليه أول من في العشرينات والثلاثين هو من قادة المقاومة في العراق سا عباس أنت تعتبر نفسك موضف بالدولة العراقية بس نعم هو تحت أمرة القائد العام للقوات المسلحة لماذا تحجب هذه الفصة؟ أيضا للأخوة السنة اليوم رئيس هيئة الإفتاء اللي حامل الأخوة السنة الشيخ الصموي داعي هناك مقاومة في الرمادي في صلاح الدين الأخوة التركمان الأخوة المسيح فالمقاومة وهذه من الثوابت المقاومة لا تنحصر بدين معين أو بطاومية معينة أو بطائفة معينة سيد أباس هذا الكلام يتحدث بي رجل مو بالدولة أنت رجل بالدولة أنت ما المفروض تتحدث بهذا الكلام أنت حامل صفة رسمية لا هذه الواقع لا أنا ما أتحدث بالواقع نعم هذا الواقع سيد الفاضل هذا الواقع لا أنا أتحدث مع رجل يحمل صفة رسمية لا أستطيع التحدث نعم لا أستطيع التحدث بخلاف الواقع أما ما حصل من احتداءات على المنطقة الخضراء حقيقة أنا قلت أخوناك مقدمة أعطيتك المقدمة ولكن الهيئة التنسيقية لفصائل المقاومة وأنا لست محدث تحدثا باسم المقاومة ولكن هكذا ما صرحوا به الأخوة في الهيئة التنسيقية أن جميع الفصائل لم تتبنى موضوعة القصف الأخير وما قبله وما قبله حقيقة الأمر هذا الموضوع مشكوك في أمره موضوعة الكاتيوشيا أكلت دهر عليها وشرب يا سيد الفاضل اليوم الضربات غير الدقيقة حقيقة لم تثبت بصمة ما عرفناه وما عرفه حتى القوات الأمريكية عن المقاومة سأخلق حادثة تاريخية سبب الاعتداء الفلاثي على مصر هو قيام بعض الصهاينة باستهداف السفارات المصرية والبريطانية والفرنسية آنذاك كانت سبب رئيسيا حقيقة في العدوان الثلاثي على مصر بالأمس القريب كانت قضية الحادي عشر من سبتمبر يا سيد الفاضل بس دعني أكبر الله يبارك بك قضية الدعش الحادي عشر من سبتمبر كان مشكوك بيها قضية احتلال العراق بوجود أسلحة نووية وذرية وإلى آخره كانت أمهد كذبة أخرى فإذا ما أرادت القوات الاحتلال الأمريكي أو الدول المعادية للعراق أن تجعل من هذه ذريعة في بدء برنامج آخر يعني مثل التهديدات التي نسمعها يوميا في قضية الداعش تتضخم ازداد أعدادها تتصاعد عملياتها في حين نحن في بيانة الانتصار قلنا أن داعش انتهت عسكريا ونحن مقبلين على عملية أمينية وبفعل هذا ما حصل وهناك العديد من الأدلة في دعم عناصر داعش من دول معينة وننظم لها طيب سؤال لحضرتك سؤال إلى حضرتك استاذ عباس قادتها سؤال إلى حضرتك أقول أن هذه الجماعات تتبنى شعار المقاومة التي حضرتك تحدثت عنها قبل شوية وقلت لا عيب لا عيب أبدا أن نتبنى شعار المقاومة طيب كيف أنت التي تتبنى شعار المقاومة غير قادر على كشف جماعات قريبة منك تتبنى شعار المقاومة ما أنت بالأمس اكتشفت جماعات تتبنى شعار القضاء على الشيعة ويقولون باقونا ونتمدد ليش اكتشفت هؤلاء ولم تكتشف هؤلاء استاذ عباس عزيزي عزيزي أنا لا تقونني ما لا أقول استاذ عدنان أنا واضح جدا قلت أن المقاومة ليست حكرا على مذهب معين الشيعي أو السني هي الطريق للأحراب وخطابي خطابي واضح أنا قلت يعني الذراعية التي تبحث عنها قوات الاحتلال وهذه العمليات لا تموت إلى المقاومة طيب يا سيد الفاضل رح أنطيك معلومة رح أنطيك معلومة موضوعة المقاومة أنا لست متحدثا بس المقاومة أنا رجل في الحجد الشعبي زين مع العلم أبتخر أن أكون وأن لدي هذا الشرف وأن أكون في فصائل المقامة ألا لدي هذا الشرف حقيقة لأنه طريق الأحراب رح أنطيك معلومة حزب الله لبنان في الثمانينات ليس هو حزب الله لبنان في 2000 وحزب الله في 2000 ليس هو حزب الله في 2006 وحزب الله في 2006 ليس هو ما بعد 2006 عزيز المقاومة في العراق وفي المحور كلها تقدمت أنا باعتقادي حسب التسريبات وتصريحات الأخوة المقاومين أن المقاومة تمتلك من القدرات العالية وبالسنتيم الواحد بالسنتيمتر بالدقة قضية الكاتيوشيا أكل الدهر عليها وشرب هذه لعب الصغار من من يريد أن يخلط الأوراق وبالتالي يثير الاتهامات نحو الحشد أو نحو طائفة معينة أو نحو قومية معينة قلت لك هناك كردي مقاومة أرجع لك أستاذ عباس هذا الواقع قبلته أمريكا أم لم تقبله ولكن في بيان واضح من الهيئة التنسيقية للمقاومة أنها رفضت ولم تتبنى لأن فصائل المقاومة عملية قصف السفارة أو الخضراء لأن من ثوابت وأولويات لحقيقة فصائل المقاومة إذا ما قام اسمح لي دقيق أستاذ عدنان وهذه نقطة مهمة رح نرجع لها محورية من ثوابت فصائل المقاومة إذا ما قامت بعملية فهي لديها الشجاعة أن تعلن عنها ولن تتنصل عنها حتى هذه اللحظة لم يعلن أي فصيل من فصائل المقاومة إلا اللهم هؤلاء الذين يصطادون بالماء العكر أو تلك العمليات التي ربما تكون بها وراءها أمريكا لبقائها كذريعة أو لضرب جهة معينة أو فصائل أخرى تعمل بالضد من القوى الوطنية السياسية العراقية جميل بس خلينا أسأل أستاذ رامي يعني تغريدة السيد الصدر قال أن هذا العمل يضعف المقاومة ويقلل من هيبتها على ما يبدو أنه السيد الصدر لديه معلومات أن هذا العمل عمل مقاوم تعليقك أستاذ رامي مساء الخير مساء الخير أهلا بك يا دكتور عدنان وأهلا بظيفك الكريم وأهلا بمشاهديك سماحة السيد لم يكن هذا موقفه الأخير والأول بينما وضح من أول استهداف البعثات الدبلوماسية والهيئات الدبلوماسية وكان رافضا لهذه الفكرة كون البعثات الدبلوماسية ليس هي تواجد عسكري وهذا خلط للأوراق وهذه مقاومة مأجورة وإساءة سلبية ورسالة تعكس على أن من يعبث بهذا الملف يعطي رسالة مشوهة عن المفهوم المقاومة هناك صراع ضد داعش هناك قتالات حدثت في الساحة العراقية من يضرب البعثات الدبلوماسية هو لا يفقه من أمور السياسة شيئا ولا يفقه أن هناك صراع قد يحدث قد يتقوض العراق بكثير من المعاهدات والمواثيق الذي لا ينفك منها من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي فاليوم سماحت السيد عندما وضح بتغريدات سابقة وبهذه التغريدة يريد أن يشير أن هذا يعبث بالملف العراقي يعبث بهناك ما يسمى محورية صراع بين جوانب متعددة تجعلون العراق ساحة وحلبة لهذا الصراع بشعارات من بينها المقاومة والجهاد وإلى آخره وعدم جعل الشعب العراقي هو محرقة لهذا الصراع وتصفي للحسابات وبات هذا الصراع واضحا في الأحداث الأخيرة هناك أحداث تحققت في 19-20-21 وضحت الصراع الدولي الإقليمي الذي يحدث في المنطقة وخاصة يحدث في منطقة العراق ومن يريد أن يضعف الجانب الآخر الدولي يضعفه في العراق فاليوم عندما وضح هذه الخارطة وضح جنب أخرى على الحكومة العراقية أن تأخذ دورها وأن تقطع الطريق وتأخذ دورها مؤسساتيا قضائيا أمنيا وتكشف هؤلاء الجنات النصف تحت تكارثة يعني اليوم عندما توصل رسائل بهذه الطريقة وصواريخ تذهب على الأبرياء يعني ما عرف هذا الصواريخ دائما تروح على الأبرياء أطفال النساء ومجال البيت العراق المامل مأجورة من قبل من استادران؟ يعني الدافع المستفيد دكتور يعني نحن اليوم نجد أن من يسهدف هذه البعثات الدبلوماسية يتكلم بلغة البندقية فقط لا يعرف أن هناك مواثيق معاهدات يمكن أن تقوضوا العراق وتضع اقتصاده تحت الصفر وإذا وضعت الوصاية الدولية على العراق هذا تهديد بأن هذه السفارة وهذه البعثة الدبلوماسية هي ضيف في هذا البلد تمثله تجارياً اقتصادياً أمنياً سياسياً هؤلاء جهلت القوم مئة بالمئة قد يكون قتل معجورين قد يكونون متنفدين قد يوصلون رسائلنا أنا رأيي شخصي هذه القصف الذي يحدث هي رسائل سياسية وليست مقاوماتية وليست جهادية وشعارات وغيرها هذه الرسائل السياسية من محاور دون محاور أخرى لا ينفي الطرف الثالث اللي يعبس بالملف الأمني قد أتفق جزئياً جزئياً مع الضيف لكن ما حدث في استهدافات عدة للبعثات الدبلوماسية هو صراحة هو الرسالة السلبية وبنفس الوقت هو ضغط سياسي حتى على رئيس الوزراء الحالي كمكتب القائد العام للقوات المسلح في عين الأسد هي قاعدة عسكرية يمكن أن يضربه فيما لا وضربت بأكثر من عمليات اليوم تفسير دكتور تفسير البعثات الدبلوماسية بين قواعد عسكرية هذا التفسير مغلوط وهو أعتقد أنه ليس متوهم بس يتعمد ويتقصد أنه زعزعة الوضع الأمني وضغط على القائم بالحكومة العراقية وعلى رسل المسلح أن يكون وسط ناقل لهذا الضغط هنا يأتي سؤال وقت التيار الصدري كان بعيد عن المقاوم وقت التيار الصدري كان ما يرفع شعار المقاومة الآن أنتوا صرتوا الآن تتوجسون خيفة من شعار المقاومة وتتهمون طريقكم وخطواتكم كلها كانت مقاومة أكون تحول عندكم التيار الصدري؟ ولا حد الآن ولا حد الآن وشنو اللي تغير دكتور في مسألة جدا مهمة يجب توضيحها للرأي العام التيار الصدري قاعدة عقائدية جهادية امتلكت الجهاد في الحرب الطائفية في داعش وضد الاحتلال الأمريكي وشعاره واضحا وزعيمه السيد سماحة السيد مقتدى الصدر نقطة طرف صطر يعترف به العدو قبل الصديق لكن اليوم عندما تخلط الأوراق كالإساءة لهيئة الحج الشعبي كالإساءة لمبدأ اسمه المقاومة كالإساءة مؤسسات الدولة نعم تير صدري يقب بالضد لا تشوه اسم بهيئة مستقلة رسمية اسمها هيئة الحج الشعبي من طويل تحت مكتب القائد العام للقوات المسلحة لا تشوه اسم اسمه مقاومة التواجد الأجنبي والجهاد والفصائل التي حاربت داعش و هذا ما يتفق عليه جميع أستاذ رامي أحسنت بوريك بس سؤالي الأستاذ رامي فمئة بالمئة اليوم التيار الصدري عندما يتكلم بموضوعية عندما يتكلم بموضوعية أمنياً سياسياً مقاوماتياً جهادياً ألا تتم خلط الأوراق التيار الصدري لا زال يمتلك سرايا السلام 313 لواء منطوي تحت هيئة الحج الشعبي لا يعمل في الخفاء وفي الظل هذا اللواء تحت هيئة الحج الشعبي إلا وتحت مكتب القائد العام للقوات المسلحة لكن التيار الصدري يجيها يعزل المنفلت يكشف السارق يكشف الميليشيات يقبض ضد كل من يعبث بهذه العناوين المقدسة مع ذلك هو يمتلك الرؤية السياسية يعني يا أخي أنا قلت بأنه السفارات البعثات الدبلوماسية الهيئات هي ليست تواجدات عسكرية هي بعتات دبلوماسية ضمن مواثيق معاهدات مع الفقومة العراقية شو تريد تقول الآخر ما يطلع الغطو السمين من عنده التيار الصدري لا طلعه وميزه وفرزه أكو هيش تلميح بكلامك نعم أضافة لنقطة التيار الصدري يمتلك من الوعي السياسي الوعي الجماهيري الوعي الوعي الامني الوعي الجهادي أستطيع أن أقول والدليل حتى المناطق اللي مسكها في داعش مسك مناطق معينة يعرفوها الحج الشعبي ورفع شعار الدفاع عن المقدسات يعني أقول لك في مسألة التيار الصدري رفضت دعم الأجنبي الأمريكي في الحرب ضد داعش كان واضحا بموقف الزعيم العراقي وسرايا السلام مع أن هناك أطراف حتى شيعية مقاوماتية أرادت هذا الدعم الجوي الدعم الجوشين اللي فات يذب الأرزاق على داعش وعمل بازدواجية الأداء العسكري في الميدان التيار الصدري يمتلك حزمة وعي معتد بها سياسيا أمنيا مقاوماتيا جهاديا نعم أضافة لذلك أن من لا يعرف بين الغث والسمين ولا يميز بين الرواية والأسطورة يقع بهذا الخطأ بين يكون قاتل مأجور أو مدفوع أو يريد خلط الأوراق أو يريد الضغط على الحكومة العالية أساسات الدولة وعلى رأسها أستاذ رامي سؤال الأخير وانتقل لأستاذ عباس أخراج الفصائل المسلحة الواضحة ما دامكم يعني أنتم هالشكل مفتشين باللبن التيار الصدري وقبل أيام دخلت إلى بغداد والنجف وكربلاء ونشرت مئة ألف مقاتل وقلت عندنا معلومات استخباراتية على استهداف الأماكن المقدسة ما أجتكم معلومات عن استهداف المنطقة الخضراء يوم أمس أو استهداف مطار يعني منطقة بلد مثلا ما وصلتكم هايش معلومات دكتور عدنان سماحة السيد وضح بتغريدات أنه اليوم الجهة التي يجب أن تكشف عن الجنات وعن القائمين بهذا الفعل هي الحكومة العراقية تمتلك مؤسسات أمنية استخبارات تمتلك مخابرات تمتلك المعلومة التقنية وتمتلك القضاء العراقي ليس اليوم من صلاحية يعني من صلاحة تيار صدر أن يكون دولة داخل الدولة يكشفهم لكن هو يوضح ويدعم المؤسسة الأمنية هو يزدل الستار عن المتشبتين والذين يتنصلون أو يتلبسون عفوا بهذا العنوان المقدس ويدعم الحكومة العراقية بإجراءاتها طيب فصراحة هو ليس يعني اليوم من أشكل المشكلات توضيح الواضحات اليوم من يعمث بهذا الملف لا يحتاج أنه أنه معلومة جداً دقيقة على المستوى العامي يعني أنا أتمنى توضيح الواضحات من حضرتك يعني من توصل إلى الكاتيوشة ما عدكم معلومة من توصل إلى الأماكن المقدسة عدكم معلومة وتنتشرون وضح لي الواضحة جيد دكتور عدنان رئيس وزراء كان يميل إلى محور عادل عبد المهدي يميل إلى المحور الإيراني واسقطته اتفاقية الصين صح له لا واليوم الكاظمي هو حكومة ردة فعل وليس حكومة فعل لعادل عبد المهدي لا يميل لهذا المحور أكثر محورين والتصارعين في العراق والمحور الإيراني والأمريكي وحلفائهم طبعا ومن ينكر هذا الصراع ومن ينكر جدلية هذا الصراع فهو متوهم حدث العقل بما لهم يعني أنا جاء أستمع إلى عضو في التيار الصدري سائرون يقل لي عادل عبد المهدي أسقطته اتفاقية الصين ولم تسقطه ساحة التحرير اللي كان جزء من عدها استمر نعم نعم اليوم التظاهرات أداء أنا مستغرب أنا متعجب بصراحة هذا الكلام لا تقاطعني لا تقاطعني ليس قصة مقاطعة أستاذ رامي رجعني لا تقاطع خليك من الفكر أبدا بس أقول وضح لي هاي النقطة لا يكون المنهج منهج مقاطعة أبدا بس وضح لي هاي النقطة أستاذ رامي أوضح لك هذه النقطة واضح أن عادل عبد المهدي بعد السلام رأسة الوزراء اتخذ مجموعة من القرارات ومال إلى المحور الآخر المحور الإيغاني هذا كان أصل الفكرة كان السبب لإقالته وسبب لقطع الطريق عليه من محاور أخرى فاحة التظاهرات كان السبب الرئيسي نعم وبعض الأسباب الأخرى من بينها حتى اقتصادي اليوم حرب البترول حرب الدولار حرب الاقتصاد لا يكون خلط الأوراق صراحة في الأصل هو مال إلى المحور لم يمتل قاعدة التوازن في إدارة الحكومة العراقية والخطاب في مجلس الوزراء وخطاب الدولة العراقية حكومة الكاظمي هي ردة فعل لهذه الحكومة ومال إلى المحور الآخر أو يفسر بأنه سيني الهوى أو صادي الهوى فمئة بالمئة تثير حفيظة المحور الآخر من ينكر أزلية أبدية هذا الصراع فهو متوهم أمام المواطن العراقي والرأي العام ومئة بالمئة استغلال البعثات الدبلوماسية بهذا القصف المتكرر هو إساءة لمبدأ المقاومة إساءة لهذا الاختباء بهذا العنوان وهو إيصار رسائل عبر الأثير يكون هو أثيرها رئيس الوزراء للمحورة لتصفية حسابات صراعات دولية وقليمية على العراق وأساسه ضعف الحكومة العراقية ومؤسسات الدولة العراقية طيب خلينا أسأل أستاذ عباس يعني أنا حاولت شوي أركز وياك أستاذ عباس بمداخلتك في بداية البرنامج لاحظت أنت كثرت من استخدام المقاومة المقاومة يعني هسا لو نرجع ببداية البرنامج أكثر مفردة استخدمتها هي المقاومة ولم تستخدم مفردة الحشد الشعبي اللي أنت تنتمي له الآن ما عرف إذا أنت ميال إلى المقاومة ميال للمقاومة أكثر من الحشد ساذ عدنان ساذ عدنان تكن سؤالك عن المقاومة ولم يكن سؤالك عن الحشد عندما تسألني عن المقاومة أجيبك بما أعرفه عن المقاومة وعندما تسألني عن الحشد سأجيبك عن الحشد أنت تعرف الطرفين بكل يقين وصدق ووضوح نعم أنت تعرفهم الحشد والمقاومة عفوا أنت تعرف الطرفين الحشد والمقاومة وعندك معلومات عندهم أنا ابن الحشد وابن المقاومة ابن الفتوى المباركة وأنا رجل إعلامي وسياسي وابن الحشد كيف لا أعرف نعم أعرف المقاومة التيار الصدري كان أبل للمقاومة في العراق لا أنا حديثي عن المقاومة أستاذ عباش هل أنه لا لا أقول لك نعم من ضمن اللي أعرفه الأخوة في التيار الصدري كانوا من أولويات بل من أساسيات المقاومة الاحتلال في العراق وأنا أسأل الضيف الكريم هل هذه العمليات الركيكة هي أصلا للمقاومة أصلا هذه ألعاب أطفال وليس ألعاب كبار هذا جانب الجانب الآخر موضوعة خلط الأوراق اللي تفضل به الضيف الكريم هو هذا ما نود أن نشير إليه هناك معادي للعراق هناك من يريد أضعاف في العراق هناك من لديه مصالح من وراء هذه ما يجري من هذه الأعمال الركيكة وغير الدقيقة وغير المركزة منها قضية قالت عادل عبد المهدي واتفاقية الصين وميناء الفاو وارتفاع الدولار والبترو وغيره والآخره الآن كان الشعب عندما أراد أن يقيل عادل عبد المهدي أراد أن يكون يعني يقتل إلى الأول الآن الأمور أسوأ هذا خروج عن محور برنامجنا اليوم نحن نريد أن نذهب إلى عادل عبد المهدي واتفاقية الصين أنا كان سؤالي ومداخلتي مع أستاذ رامي أريد أن أعرف لأنه أمطاني معلومة أنه عادل عبد المهدي تم إزاعته بسبب اتفاقية الصين فلذلك اداخلتها بس سؤالي إلى حضرتك هاي واقع طيب سؤالي إلى حضرتك هاي واقع طيب سؤالي إلى حضرتك إذا كانت سميتها ألعاب أطفال ألعاب أطفال ومصالح نعم ألعاب أطفال ومكشوفة ومفضوحة نعم طيب منهم قضوهم نحن في قيادة العمليات بغداد للحجد الشعبي من ضمن الحجد الشعبي الذي هو منظومة أمنية تحت جواء وسيطرة أو تحت أوامر وقيادة القائد العام للقوات المسلحة لو أوعز السيدة القائد العام للقوات المسلحة للحجد الشعبي نفذ الحجد الشعبي يعني أوامر القائد العام بما فيها هؤلاء المتآمرين الذين يقومون بهذه الألعاب يعني أستاذ عباس لحد الآن سيد القائد العام للقوات المسلحة أرجوك لا تقطعني بس أرجوك أرجوك أستاذ عباس لأن الفكرة ما راح توصل أستاذ عباس أنت بالعقدة الحساسة أستاذ عدنان أرجوك لا تقاطعني لأن أنت بالمفصل الحساس يجي القطع بالتالي يتجزأ الكلام ويؤول على أهل خلينا نتفق على شيء خلينا نتفق على شيء أنا وياك وأستاذ رامي خلينا نتفق على شيء هذا البرنامج بإدارتي نعم أنا مقدم برامج عندي خبرة أستاذ عباس عندي خبرة بس أرجوك 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 إسمعني أرجوك إسمعني وخلي إسمعني أستاذ رامي وخلي إسمعني المشاهد أرجوك أنا أول مرة بس يواش لا أنا نزعجت أنا منزعجت جدا أرجوك إسمعني أحنا مو طلاب أحنا مو طلاب عزيزي أنت أبدا غير طالب فأحنا مو مبتدين ولم يبدر مني سؤال غير مهني وسؤال غير محترم بس أرجوك اسمعني لا لا تقطع هل سغير تسمعني اعتراض الضيف الكريم على القطع وانا اعتراض على القطع بس اسمعني ليش من توصل للرسالة المباشرة تقطع يا حبيبي أرجوك أرجوك أنا أدير الحوار مع احترامي لكم الشديد والكبير أعرف وين أقطع الضيف وأعرف وين النقطة المهمة اللي أنا أريد أوصل لها يا أستاذ عباسي يا أستاذ رامي لا تنزعجون من عندي أنا أرجل بس عنا نعم عندنا رسالة أريد نوصل إلهي أرجوك أرجوك أريد نعرف المواطن بالحقائق بالحقائق أنت مهمتك أن تكشف الحقيقة نحن وأدواتك لكشف الحقيقة طيب طيب أنا فاهم أدواتي يا أستاذ عباس أنا أول مرة واجهت الكاميرا 2003 أنا مو ابن 2010 ولا ابن 2018 أرجوك اسمعني بشكل جيد هذا مو محورنا يا دكتور طيناك ملاحظة أنا ولا حضيت بس أرجوك أستاذ عباس اسمعني أرجوك من أقاطعك أقاطعك لغاية وأقاطعك لأن أريد المشاهد ينتفع من إجابتك ترى الضيوف مرات يريدون يشمرون نحن المقدمين انسئل سؤال ويروح يطلع لـ 100.000 دربونة نعرفكم صارتنا خبرة وياكم هواي مع احتراماتي واحتزازاتي بثور عدنال نعم ونحن نعرفكم عزيزي نعرفكم نعرفكم فلذلك أعرف وين أوقفكم في معاق القناة السياسة وعدلجة معينة نعرف وين رايحة القناتك الكريمة ونعرف غير قناة وكل قناة إنا خطابوا إياها يا عزيزي أستاذ عباس خلأ أقول لك شيء هذه القناة اللي أشتغل بيها قبل أيام صارت ضجة على مسلسل أنت جته وسويت حلقة ضده وما أعرف إذا تابعت أم لا أنتم بالحجد الشعبي التابعون مسلسلات ما أعرف المهم أنا ما لي علاقة بها الموضوع كل شيء تابع كل شيء تابع وحقك وأبيك كل شيء تابع كل شيء تابع كل شيء صغيرة وكثيرة التابعون مسلسل كل شيء كل شيء تابعوني صدقني لذلك هذا سر من أسرار أنتصارنا بدون غلو وبدون مبالغة أهد الله يعني أنا ليش أقاطعك وخواي أنا ليش أقاطعك وخواي لأن أنت المنتصر وما قادر توصل للكاتيوشة هذا المضوج دي أستاذ عباس تفضل لا يا عزيزي ما بكلفنا حد بهذا الموضوع ما حد يبكلفنا بهذا الموضوع ما يحتاج يكلفك أحد ما يحتاج يكلفك أحد حتى تقوض على الكاتيوشة اللي هي تسيء للحشد ما يحتاج إحنا ما نشتغل بكيفنا أوامر وبرقيات ورصد ودعم وهكذا وتحركات مرصودة يعني موها سهية موها رجاء خاصة الملف الأمني نحن نتعامل مع أخبذ وأخطر الأجهزة المخابراتية العالمية التي تدير داعش وتدعم داعش وتنقل داعش بالطائرات من سوريا إلى العراق وبالعكس والحمد لله بفضل الله ومن تحقق الانتصار بتلك الخبرة وبتلك الفتوى حقيقة وتعاود كل الأخوة المجاهدين في كل الفصائل من الحشد الشعبي من سرايا سلام إلى سرايا عاشورة إلى الأخوة في بدر إلى الأخوة الحشد العشائري إلى الأخوة في الحشد في المسيح إلى الأخوة في التركمان إلى الأخوة في الأكراد هذه الوحدة هي التي أنجزت الانتصار بفضل الله والفتوى المباركة ودماء الشهداء طيب أستاذ رامي أنت بتنعب هذا الكلام أنه الحشد الشعبي لم يكلف بالقبض على خلايا الكاتيوشة أنه السيد الكاظم لم يكلف الآن عندي معلومة أنه السيد الكاظم يكلف أبو فدك قال له أريدك تحقق إلي بهذا الموضوع معرفة أيد هذا الكلام أم لا دكتور دكتور عدنان قبل سؤالك بالنسبة لمقاطعتك أنت مقدم جيد أنا من الشخصيات التي أحب أخرج مع عدنان الطائي صراحة مقاطعتك في محلها لكن لما أشرت لهذه الملحوظة لا يكون المنهج أو المبدأ المقاطعة لكن المقاطعة جزء من إدارة الحوار طبعا أنت تدير الحوار لا يمكن تبادل الأدوار وأنا ضيفة تكلم كنائب بخطاب رجل دورك أنا أشكرك تقدر تأخذ دوري ولا نقدر أخذ دورك أنا أشكرك فما احتراماتي جل احتراماتي دكتور عدنان الطائي الشخصية أنا أعتد في في حوارها صراحة لكن المقاطعة قد تكون من باب المشاكسة السياسية من باب إدارة الحوار فإدارة الحوار قد يكون بهذه الطريقة سؤالك الجواب عليه أنه لا يمكن إحراج الحج الشعبي وهو مؤسسة منطوية تحت مكتب العام للقوات المسلحة مع وجود مؤسسات أمنية مكافحة الإرهاب والاتحادية وزارة الدفاع وزارة الداخلية وكالة الاستخبارات المخابرات وكثير خلية الصقور وكثير من الأجهزة الأمنية ومفاصلها اليوم هذا الإحراج وهذا القرار إذا خرج لا يمكن أن يكون صحيحا من مكتب القائد العام القوات المسلحة أنت شن دورك أن تدعم القضاء العراقي ومؤسساتك الأمنية بالقبض على هؤلاء العابثين بهذا الملف بمستوى أنه دولي أو أقليمي وهذا الاستهداف فصراحة اليوم الدور الأول والأخير يكون لرئيس مجلس الوزراء مكتب القائد العام القوات المسلحة أن لا نتبادل الأدوار كما في هذا اللقاء فمئة بالمئة اليوم عندما الحج الشعبي يؤتمر بهذه الأوامر لكن هو وظيفته ماذا وظيفته مو قضائية الحج الشعبي وظيفته عسكرية في سوح الجهاد وظيفته مو إدارية وظيفته مو رقابية ومو جهاز تفتيش ومو هيئة نزاهة هذا هناك مؤسسات دولة يقودها رئيس مجلس الوزراء يحدث عنده هدف 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 موقف هدف خلل يبدأ يتخذ أدواته الصحيحة الأمنية المعلوماتية الاستخباراتية القضائية لكن أخذ جانب الصمت أو تحويلها إلى لجانة تحقيقية ويأكل عليه الدير وشرب هذا جرعات غير صحيحة من رئيس وزراء فدائما يحسب الجاني والمجني عليه والمتخذ القرار أو عدم متخذ القرار بالخانة السياسية للأسف يتعاطى مع هذه الملفات دائما سياسيا أما الكشف أو استخدام الحج الشعبي وإحراجه بهذه الطريقة واليوم تفهم وتفسر يعني مثلا في عدنا اليوم هدف قد يكون أمني في الأنبار نحن العراق صحة متوترة مشهد متوتر لا يمكن استخدام الحج الشعبي في الأنبار لأن مناطق تعرف أنه سنية إلى آخره وفيها حواضن للإرهاب فدائما دائما يتصدى ينبري لهذا الموقف تنبري جاز مكافحة الإرهاب ينبري أنه الاتحاد اتحادية تنبري المشتركة ينبري كثير من مفاصل أمنية من جهوزيتها للتصدي في هكذا محافظة ملتهبة وحساسة اللعب على هذا الوقت الخطأ في إدارة الأزمة وتحويل الأزمة وحلها بأزمة أخرى حسة أطاطع لو شنو صرت أخافاً لا نأخذ الدور على الحكومة العراقية وعلى رأس رئيس الوزراء أقاطعك لو شلون لا تفضل زين أقول أنه أنتو أحرشتو لا لا تفضل خذ راحتك صارت عندي خوفة بصراحة خذ راحتك وخذ وقتك زين أقول أنتو اللي أحرشتو للكاظمي أستاذ رامي يعني إذا كان هناك حرش للكاظمي فسبب التيار الصدري سائرون شرايا السلام اللي استعرضت ببغداد بمثالف فالكاظمي محرج من هذه النقطة الكاظمي الرجل عندما يوجه الحجد الشعبي يعرف أنه ماكو استجابة من قبل الحجد الشعبي وإذا أردت أن تطاع لا في مسألة مهمة فأمر بما هو مستطاع فأمر بالمستطاع دكتور أتفق بجزئية معك اليوم أحراج رئيس مجلس الوزراء موجود لأناس قد تكون تمتلك خطاب أو سلاح خارج خطاب الدولة لكن نحن نؤمن بأن الدولة ضعيفة والدليل التفجيرات الأخيرة والدليل خطابات البعث التي أصبحت رنانة وأخذها الشارع الأراقي صعودا ونزولا واليوم حزام بغداد والمناطق الأطراف أستطيع أن أقول متشنجة ملتهبة متوجفة اليوم تتشير لي إلى استعراض هذا يدعم هيبة الدولة اليوم سراء السلامة 313 أكثر فصيل أو لواء العفو جهة عسكرية منضبطة بشهادة مكتب القائد العام القوات المسلحة منضبطة عسكريا في الميدان وخارج الميدان ونجد أنه عندما تدعم الدولة يجب أن تدعم بهذا الموقف لماذا؟ لأن البعث والخلايا النائمة داعش هذه الصنيعة يمكن العبث أنت طاب بغداد شايف الجو الملتهب؟ شايف بغداد جد متوترة متشنجة ليلها مع نهارها مع التفجيرات مع خطابات رمنانا للقيادين عبر عفونا التواصل الاجتماعي لعودة البعث وعودة هذه الخلايا النائمة وقد تسقط الموصل في 24 ساعة كما سقطت في يوم ما هذه الخطابات إرسال ناقص خطر للبيت العراقي للمواطن العراقي فمئة بالمئة اليوم تحتاج التكاتف مع الدولة التيار الصدري لم ولن يحرج الدولة في يوم ما كان داعماً للدولة ومؤسسات الدولة هو من طالب زج هيئة الحج الشعبي بالداخلية والدفاع هو من طالب بأنه القبض على ميليشيات وقحة أو متنفذين أو فصائل تمتلك السلاح والخطاب خارج خطاب الدولة هو من جمد هذا اللواء في يوم ما وجعله تحت أمر القادر عن القوات المسلحة اليوم الساعة الصدر لا يحرج بل يدعم يقوض نعم بل يؤيد يضع ملاحظاته ومؤاخذاته لرئيس الوزراء عندي تغريدة للشيخ الخزعلي خليني أسأل عليها استاذ عباس الزيدي الشيخ الخزعلي يقول بها أنه نحن نمتلك معلومات نمتلك معلومات ومعلومات واضحة لكن ننتظر الوقت المناسب للإفصاح عنها بمعنى والشيخ الخزعلي بعد يا استاذ عباس يعني هذه عصائب أهل الحق طيب ما تبادل مع الحجد الشعبي بهذه المعلومات ما صار تباحث ما عرفته ما اتصلته ما قلته هاي المعلومات من هو هؤلاء اللي يحرجون الدولة واللي يحرجون الفصائل والحجد الشعبي والحجد الشعبي يطلع بالإعلام وينحرج بالدفاع ويقول هذه الفصائل ما تنتمينا وهذه الفصائل الغريبة ما صاله يش تبادل دكتور عدنان أنت إعلامي لو دعي حقيقة ليس إطراء ولا ملق وتمتلك من الشجاعة ومن الصراحة ما يؤهدك بأن تطرح هذا السؤال على سماحة الشيخ الخزعلي نحن في الحجد الشعبي مؤسسة عسكرية اسمح لي صديقي لطفا نحن في الحجد الشعبي مؤسسة عسكرية لن نتعامل مع جل اعتباري وتقديري واعتزازي بسماحة الشيخ ولكل المقاومين ولكل المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربة لن نتعامل بالتغريدات نحن نتعامل في برقيات في مراسلات في وقاع في وثائق وهذا أضيف إليك يعني أنه أحد الأسباب الرئيسية في نجاحنا وانتصاراتنا ماش حبيبي فنحن لن نتعامل هذه آلية عملنا نحن مؤسسة مؤسسة نتعامل بالمعلومات والتخاطب والمركزي إذا ما أريد أن تعرف عن هذه الحقيقة فبإمكانك استاذ العزيز أن تذهب إلى بابا مفتوح سماحة الشيخ وكل الأخوة كما هو باب سماحة السيد مقتدى الصدر والأخوة الآخرين بإمكانك أن تذهب وتسعد طيب سؤالي إلى حضرتك أنا أحترم هذه الروح المؤسساتية التي تحملها استاذ عباس بس أنا اللي أعرفه جميع الحشد الشعبي هذا طبع الحشد طيب هذا ما زرعه الشهيد أبو مهد المهندس عزيزي هذه دماء الشهداء هكذا ترجم في أفعالنا وأقوالنا وحركاتنا ومعاركنا وانتصاراتنا الشهيد أبو مهد المهندس زراح فيكم روح المؤسساتية وأنكم تذوبون الفصائل اللي إجيتم منعدها في بوتقة الدولة استاذ عباس أي فصائل تقصد عزيزي قصدي يعني أنتوا أغلبكم جئتم إلى الحشد من الفصائل مكنتوا فصائل مقاومة أي فصائل أفصح أفصح جاح شيلة أقول لك يعني أغلب فصيل مثلا شلون نحن أبناء الفتوى دكتور عدنان يعني الحشد أمطيك معلومة أمطيك معلومة يعني هي واضحة بس خلأ أقول لك من من الحشد من من يعني كيف تم بناء الحشد الحشد بني على أساس المقاومون منهم السرايا ومنهم العصاة ومنهم الكتائب وهذا اللي أقول حضرتك حضرتك لمن تابع من الفصائل استاذ عباس تسمح لي تسمح لي يا عزي هنا بالنقطة الحساسة هنا راح أثبت رأي السطر تنطلق من غير من خلأ أكمل لك الفكرة يلا هذا هذا شرف وليس عار ممن قاتل ممن قاتل المحتل وسابقا أصلا من قاتل المحتل كان يقاتل النظام يعني أبناء الأخوة الأعزة أبناء التيار الصدري ما كانوا مقاومين للنظام الأخوة في الغربية ما كانوا مقاومين للنظام لذلك من أولى المقاومين هم الأخوة الأكراد الأخوة التركمان الأخوة المسيح الصابع الشبك إلى أخره يعني بالأساس الحشد لم يأتي من فراغ بل جمعته الفتوى المباركة اجتمعت كل الخبرات كل المقاومين يعني كل الصفحات التي جاهدت وقاتلت مستكبر أو ديكتاتور أو محتل وبإذن الله ستقاتل فاسد هذه النظرية هذه الاستراتيجية فلذلك رسم لنا معلما وطريقا قائدنا ومعلمنا وملهمنا الشهيد القاد أبي مهد المهندس رضوان الله عليه تلك الاستراتيجية التي من خلالها انطلقنا في بناء الحشد وبناء ورفع المعنويات المنهارة للأجهزة والقوات الأمنية نحن كنا نقاتل في خطين خط البناء وخط الانتصار في المعركة بس أرجوك أعيد أعيد دكتور لا تعيد هذه نقطة مهمة للتاريخ بس يا واشي أرجوك طين مجال أنت صحفي أنت صحفي لو دعي نحن في الحشد الشعبي كانت لنا معركتين معركة بناء المؤسسة ومعركة الانتصار على داعش أنا لي حق السؤال هذه للتاريخ سيد للتاريخ تفيدك ثقني صدقني بس أرجوك سيد عباس حضرتك قبل أن تنتمي إلى الحجد الشعبي كنت معك تائب سيد الشهداء أم لا نعم ولي كل الفخر طيب وتريد تقول لي وليش أرب بذلك طيب لا أنكر ذلك طيب يا سيد العباس بعد أنه أنت التحقت بس طبل لماذا لا تسألني دكتور عدنان دكتور لماذا لا تسألني قبل أن أنتمي إلى كتائب سيد الشهداء أين كنت هنا سؤال الجوهري هنا سؤال الضروري هنا سؤال الملح طيب نحن أصحاب التاريخ لم نأتي والله ما عندي مشكلة طيب الكريم الآن الأخي العزيز كان من المقاومين لنظام صدام وقد أخذنا من خلال عمليات ثأرية لدم السيد الشهيد المولى المقدس ونجليه رضوان الله عليهم نحن أبناء المقاومة لم نأتي من فراغ كنا من أشد المعارضين لنظام الصدام أستاذ عباس أرجوك أرجوك وقد أحكمنا القبضة عليه في ساعة ما ولكن جاء الاحتلال ليجعل من ذريعة الأسلحة الضرية والنووية لإحتلال العراق لتنفيذ سروح الشرق الأوسط كما هو اليوم يجعل من موضوعة داعش وتلك المجاميع التي تلعب ألعاب أطفال في استهداف مواطق القرارة بضرب الحشد أو برب المقاومة وفرصونية هذا ملخص اللعبة الاحتلال لا يريد أني أخرج دكتور عدنان أنت وطني لا تساوم على مبادئك أنت علامي تمثل صرقة الحق لدى الاحتلال مشروع للبقاء لذلك التف وجاء بقوات التحالف والقوات الأمنية العراقية والحجد الشعبي وعموم الأجهزة الأمنية والعراق ليس بحاجة للتحالف لا للتدنيب ولا للتحليح ولا للقتال والانتصار الذي حصل على داعش خير دليل على ذلك وكان الله يحب المحسنين وكان الله يحب المحسنين بس الدولة التي تنتميها هذه جدا هاير سهلة تلك شخصا هدرت استاذ عباس الدولة التي تنتميها لا تعترف بالاحتلال وانت جزء من الحجد الشعبي الذي صار لك ساعة تحشيل تقل لي الدولة لن تعترف بالاحتلال بالإحام واحد تسريع المجلس النواب اثنيين المظاهرة المليونية ثلاثة مطالبة حكومة سيد عادل عبد المهدي بجدولة الاحتلال رابعا تعاهد السيد الكاظمي بإخراج المحتل بعد شهرين من تسلمه رأسة الوزراء أي دولة وأي حكومة وأي شعب وأي برلمان اعترف بالاحتلال هذا منافي للحقيقة وللواقع سيد الفاضل أنا عندي نائب في مجلس النواب أستاذ رامي السكيني يقدر يرد على هذا الكلام أنه إحنا دولة محتلة الآن أي شئلة قلنا مجلس النواب ما صوت على إخراج المحتل تفضل أستاذ رامي بالنسبة أول من اعترف بالاحتلال للقوات الأجنبية في 2003 هو جورج بوش نفسه على حاملات الطائرات الذي قال لو غزية بلدي لقاومة رجع الخطابة التي كان ذكرها في يوم ما سأل وأن مقاومة الاحتلال ضمن القواميس والنواميس الطبيعية حق مشروع لكل إنسان متواجد لبلده وترابه إذا تكلمنا على المستوى السياسي مجلس النواب صوته بمجمل قواه السياسية بمنع وخروج التواجد الأجنبي أي تواجد أجنبي واعتبره هو قوات محتلة وعلى الحكومة العراقية جد ولد هذا التواجد ولا يوجد هناك أي تواجد عسكري أجنبي على الساحة العراقية لكن الحكومة العراقية دائما تكون غير جادة وتأخذه ضمن الحانة والخانة السياسية يعني إستاذ رامي إحنا دولة محتلة الآن إحنا دولة محتلة بس أرجوك إستاذ رامي يعني هذا الكلام يشير لي إلى أنه العراق الآن دولة محتلة وأنا أشوف أنه التيار الصدري مشارك في كل الحكومات أخي جورج بوش هو جاي يقول إحنا محتلين طيب ليش تشترك في حكومات دولة محتلة جورج بوش نفسه هو قائد القوات الأمريكية طيب إشلوم تقبل على نفسك التحالف طرح في أكثر من خطاب نحن نحن غزات ويعني أنا ما باقي على تصريحه لكن لو أتينا إلى الوجدان والقاموس والشراء السماوية والانتماء يثبت أنه هذا الدخول إلى بغداد في تسعة ثلاثة الفين لا قصدي إذا أنت مؤمن إذا أنت مؤمن أنه العراق الآن بلد محتل ما هو التيار الصدري كان مشارك في جميع الحكومات التي صارت من زمن 2005 إلى الزمن 2018 ما لها دخل؟ ماذا هو؟ دكتور عدنان ما لها دخل؟ المقاومة السياسية ضرورة وعدم الاعتراف ما لها دخل؟ هذه مقاومة سياسية قد تفسر بأنه مقاومة سياسية عذرنا دكتور عدنان اليوم دخول بالحكومة العراقية ما لها دخل بأنه تفسير التواجد الأجنبي واحتلال أو محرر هذه جابة على هذا يا دكتور اليوم هذه القوات التي دخلتها قوات محتلة باعتراف كثير من الشخصيات والرأي العام وشرعا وقانونا وعرفا ووجدانا بين قوات ليست محررة لبغداد وإنما غازية محتلة وجنة الويلات وكانت الحرب في العراقية حرب البترول والسيطرة على النفط والسيطرة على التوازن الإقليمي الدولي خلاص يا أستاذ رامي ليش تحترضون على الكاتيوش ليش تحترضون على الكاتيوش ليش تحترضون عليها يا تيار نعترض بها مفردة لأنها ليست من المقاومة وليست من الحجد شاهية مني هذا لأمن المقاومة بس خلص وقتي شكرا أستاذ رامي السكيني نائب عن تحالف سارون والأستاذ عباس الزيدي عضو قيادة عمليات بغداد للحجد الشعبي واسف لكثرة المقاطعة نحاول نقللها أستاذ عباس هياكم الله شكرا لكم سؤال حلقة اليوم أعزائي المشاهدين هل تصدق رواية الفصائل بالبراءة من الهجوم الصاروخي على المنطقة الخضراء أترككم مع تعليقاتكم وشكرا لكم